السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اي من شوي من قناة الطرق اللي في الحلقة تعليم الكمبيوتر لو انت اول مرة رأي فيديوهاتي طبعا لا تنسى اشترك في القناة وتفعل قراز التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي اللي جاي في البداية كده في مشكلة بتقابل ناس كتير الفلاشة ما تقبلش حرق نسخة الوندوز طبعا المشكلة دي ممكن تظهر لبعض الفلاشات والفلاشات التانية ممكن تحرق عليها النسخة هذه فانا واركي ازاي نحل المشكلة دي دلوقتي هيكون معايا نموذج من الفلاشة ما بترضاش يتحرق عليها اي نسخة الوندوز هنشغل برنامج وانستراتب فوروم يو اس بي عشان ده البرنامج بتحرق نسخ الوندوز على الفلاشة طبعا نصب لكم الروبط البرنامج ده وشرح اكتر للبرنامج ده اسفل الفيديو الموضوعك يعمل عشان تقدره وتشوفه بس اول حاجة هنحل المشكلة الفلاشة دي دلوقتي انا كده كده مفرمت الفلاشة مش عملها اوتو فورومات من البرنامج لانا كده مفرمت الفلاشة تعال نشوف الفلاشة ايه مفرمتها وفضي خالص فادلوقتي انا اختار نسخة ويندوز 7 او بيقول لي اختار 7 او 8 او 10 فانا اختار ويندوز 7 عشان اخليها على الفلاشة واوريكم المشكلة هتظهر ازاي كده خلاص حتيت نسخة الوندوز فادس علي جوه كده بيظلي المشكلة دي ومش راضي انه يحرق نسخة الى Windows على الفلاشة طيب الحل المشكلة دي حل بسيط جدا من خلال برضو البرنامج هعمل حاجة في الاعدادات وايه يخليه يقدر يحمل نسخة الى Windows اللي انا عايز اديه على فلاشة بكل سهوله فهدوس اوكي عشان نعمل الاعدادات دي اه دلوقت انه حدد النسخة اهو نسخة الى Windows مش هدوس علي GO عشان هاحل المشكلة دي ويقدر يحرق نسخة الى Windows على الفلاشة هتدوس على Advanced Options دي اعدادات متقدمة وهتدوس على Don't check for ending install انا بقول له ما تعمل ليش فحص للفلاشة وعايزك على طول تنزلي نسخة الwindows على الفلاشة او تحرق لنسخة الwindows على طول على الفلاشة بعد كده خلاص انا علمت دي صح هنا خلاص ما تعملش اي حاجة تاني هنا وبعد كده هتدوس على Go هتلاحز ان الرسالة طبعا مجتليش ان الرسالة مجتليش ويبدأ تحت هنا ان هو يحرق نسخة الwindows على فلاشة كل سؤال عن انتظر وهتدوس على الفلاشة وهو هتدوس اختبار او تست للفلاشة وهي على نسخة الwindows كده هتدوس تبدأ تحمل معنا الاول ما كان شرالي دلوقتي بدأ معنا يحمل نسخة الwindows على فلاشة وكده المشكلة تحلت وفي الاخر هتدوس بسيط هنعمله بعد ما يحمل نسخة الwindows على فلاشة ونشوف نسخة الwindows هتقرى معنا كيف اطلاحي اس تحت هنا ان ده المكان اللي انا جبت من نسخة الوندوز عندي على الجهاز. واتلاقي لنا مساحة نسخة الوندوز. وهنا سفر بايتس او المساحة اللي هي متحملة على فلاشة لسه سفر. فيبدأ معانا مفروض تجمع معانا المساحة تيبقي هنا. ويحمل النسخة الوندوز كلها على فلاشة. هي او كده بيبدأ يجمع معايا المساحة. عشان ياخد نسخة الوندوز كلها. ويحرقها لي على فلاشة عشان هدرسها على اي جهاز من خلال الفلاشة. كده خلاص اقرب على انتهاء اكتمال حرق نسخة الوندوز او نسخة الوندوز على فلاشة. وحرقها بالطريقة السليمة. فمفروض دلوقتي ان نجي لرسالة دلوقتي ان تمت حرق نسخة الوندوز بنجاح على الفلاشة. كده ان تم الحرق نسخة الوندوز على الفلاشة بنجاح. فانا هدوس على اوكي. بعد كده هدوس على كلمة عشان اعمل اختبار لنسخة وبعد ذلك هلقي الصحة اللي انا عملتها هنا عشان اخفي الايكون اللي كانت حجم وبعد ذلك ادوس على جوه كده انا بعمل اختبار نسخة الوندوز على الفلاشة وبي وريني اما اجي مسلا اعمل نسخة الوندوز هيظل فانا مفروض ده ادوس على الوندوز 7 اللي انا حقته على الفلاشة تلاحظ انها قررت معي ده اللي هتشوفه قدامك وانت بتعمل نسخة وندوز على الجهاز الكمبيوتر او اللابتوب فانا هطلع دلوقتي انا اخرج بقى خالص كده انا خلصت الفيديو اتمنى طبعا تكون استفدتو وطبع ما تساش تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وصف على جراز التنبيه عشان تجيب فيديواتنا الجاي اول باول ولو عندك اي صفصار اكتر بتعليق في اسفة الفيديو اولا سني على صفحياتها الفيس بوك تروري في الاخلي تعليم الكمبيوتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته